بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا نرسل اليوم إن شاء الله في صورة النحل من الآية تسعين الآية ثلاثة وتسعين يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم من علكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ركز معي في أول آية وهي مهمة جدا جدا بتجيك في الاختبار يقول لك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة أجيك الآية يقول لك إن الله يأمر بالعدل أكمل الآية واذكر لي الأوامر والنواهي في الآيات نشوف الأمر في الآيات ربنا يأمر بإيش عدل وإحسان وإيتاء ذي القربة بالعدل والإحسان وإيتاء ذي قبل ثلاثة أوامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة العدل والاعتدال في كل شيء في الطعام في الشراب في المصرفات في المأكلات في كل شيء فيها اعتدال والإحسان أي إتقان العمل ونفع الخلق تحسن إلى الناس وإيتاء ذي القربة يعني تزور إيش إيه الأقارب وتعت الأقارب وينهى النواهي في الآيات عن إيش؟ الفحشاء كل ما فحش من قول سواء كان بالكلام أو بالفعل الفحشاء ليست الفحشة فقط الفحشاء كل قول سب لعن زنالوات هذا كل ما فحش والمنكر له أي شيء أنكره الله عز وجل أو منكر أو معلوم من الدمدر زي الشرب الخمر وغيره والبغي له الظلم والعدوان والعداعة الآخرين يبقى ثلاث أوامر وتلاث نواهي ثلاث أوامر للأمر بالعد والإحسان ويتأيذ القربة والنهي ثلاث نواهي الفحشاء والمنكر والبغي نكمل الآيات اللي بعدها وأوفوا بعهد الله إذا عدتم يأمرنا الله صلى الله عليه وسلم في الآيات الأخرى بأشياء مهمة جدا أول أمر الوفاء بالعهد إذا وعدت أحد على عهد الله لابد من أن تتوفي بهذا الوعد ولا تنقضوا الأيمان بعده النهي الرابع عن نهي عن نقض اليمين أو إخلاف الوعد وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً أي شاهداً على اتفاقكم أو عهدكم بين الناس فلا تخلف العهد ولكن واجب عليك الوفاء بالإيشفاء يبقى فيه أمر بالوفاء بالعهد والنهي عن الإيش نقض العهد إن الله أعلم ما تفعله طيب بعد هذا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن نحن بعد ما بنسوأ الأعمال الصالحة ما نخربها قال تعالى وَلَا تَكُونُكَ الَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا من بعد قوة أنكاثة يعني ما تكونش زي الواحدة اللي طول اليوم أو الواحد اليوم انشغال في الغازل يغزل الحرير وبعد ما بيخلص يحل كل اللي سواه ويرميه كأنه ما سوا شيء فلا تفعل أعمالك تعبد الله سبحانه وتعالى وتصوم وتزكي وتسوي كل شيء وتجي في النهاية تسوي هذه الأربع مخالفات اللي بنا نهانا عنها فتقع في الإثم فتدخل النار ويكون خربت كل عملك ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة إنها تهدم كل شيء سويته تتخذون أيمانكم دخلا بينكم تفسد أعمالك بالإيش بأن أنت تلعب في اليمين وتمزح في اليمين اليمين يخرب ويغدع ويفسد عليك دينك أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني في أمة أفضل من أمة الأمة هي الأمة الأفضل الأمة التي تلتزم بما أمر الله به هي الأمة الأفضل أما الأمة التي لا تلتزم بما أمر الله به وتخالف أمر الله هي الأمة الخاسرة إنما يبلوكم الله به يا ربنا s.с. وَتعالى بيبلوكم بهذه المصائب عشان يختبرك وَلَيُبَيِّنِنَّ لَكُمْ يَمَّا الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ ربنا يوم القيامة هيوضحنا الأشياء التي اختلفنا فيها ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء هداية التوفيق ربنا جادر أن يخلنا كلنا أمة واحدة مسلمة ولكن ربنا سبحانه وتعالى يختبر الإنسان بالمصائب ويختبره بأشياء وآثام عشان يشوف في النهاية هل هو هيبقى قوي ويبتعد عن المعاصي ولا هيقع في المعاصي ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألون يوم القيامة هنسأل كلنا يوم القيامة عما كنا يش نفعل في الدنيا ان شاء الله برفق لكم ملف بدي اف عشان تقدروا تطلعوا منه الحلول وتحلوها طبعا عندنا أحكام مهمة جدا حكم العدل واجب حكم الزنا والوقت حرام حكم البغي حرام هذه كلها المحرمات الوفاء بالعهد واجب نقض العهود محرم نقض الأيمان محرم هذه الآيات اللي جاء فيها المحرمات من الأوامر ونواهي في الآيات هذه النشاط المهمة جدا جدا عندك الأوامر في الآيات ومطلوب منك النشاط اللي بعده النواهي التي وردت في الآيات الحين في هذا نشاط تتجيب لي الأوامر مطلوب منك بعد إيش النواهي تجيب لي بعض النواهي اللي طردت في الآيات هجيب لك الآية وانت طلع لي منها الأوامر والنواه هذا كان النشاط وحل إن شاء الله تجدون موجود عندكم في الملف البدئف إن شاء الله موجود عن منظومه وفاكم الله عزيز